أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي أن مهمة التحالف في سوريا لم تتغير وذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي قال فيها إن بلاده ستغادر السوريا قريبا وقال العقيد رايان ديرون إن الجانب الأمريكي سيستمر بتأمين المنطقة الأساسية التي تحارب فيها الولايات المتحدة التنظيم وهي إلى الشرق من نهر الفرات وعلى طول الحدود السورية العراقية